بسم الله الرحمن الرحيم هذا التكامل اللي عندنا وهذا حل النهائي نجي بالخطوات طبعا التكامل عبارة عن تكامل دالة مشتقتها لكن بسيء غير مباشرة فالتان مو مشتقت السيك ولا السيك مشتقت التان فنضر الى تحليل الدالة التكامل التان عندنا معروف انه سوى الساين على القوسين فالتانى سوى الساين على قوسين كده نحلل السك الساوى واحد على القوسين فالتان في السك نضربه نضربه في بعض كمان في التكامل ينتشى هذا الناتج الثان في السك نضرب الساين في الواحدة الكوسين ساوي ساين على ساين تربيع نلاحظ من هذا التكامل انه دالة مشتقتها الكوسين ومنش مشتقتها الساين مع إشارة طبعا فعندنا الكوسين مشتقتها ناقص ساين طبعا ليش افترضنا ان الدالة هي الكوسين مو الساين دائماً الدالة تكون هي اللي عليها أس هي اللي تملك أس هي الدالة والثاني هي مشتقتها مشتقتها للكوسين ناقص سين فنرجع التكامل يصير التكامل السين مضروف في الكوسين لو هذا رفعنا نطلع الكوسين فوق بأس ناقص اثنين لس كانت اثنين موجب يطلع فوق بسالب اثنين طبعاً الكوسين مشتقتها ناقص سين نضيف سالب التكامل سالب داخل التكامل سالب خارج التكامل يعني كأننا ما سونا شي فنجل الخطوة اللي غير مفهومة بالنسبة لكم اللي هي طب هذا التكامل لنا التكامل له أكثر من طريقة لكن هذي طريقة اللي دالة في مشتقتها نكاملها لكوس فقط ما نكامل الدالة نفسها يعني نربع الأس هذا زائد واحد ونكسم عليه كما هو معروف التكامل طبعاً ما عندنا عندنا دالة دورية ولها زاوية نكسم على مشتقة الزاوية لكن لو كان التكامل بدون دالة في مشتقتها نضطر إلى أن نكامل الكوسين نفسها فتصير الكوسين تصير سين ونكسم على مشتقة الزاوية طبعاً ما هيكون عندنا أس فالتكامل هيكون بهذه الطريقة نلاحظ أننا رفعنا الأس واحد كان ناقص اثنين زائد واحد صار ناقص واحد الزاوية كما هي وقسمنا على الناقص واحد اللي هو بعد ما رفعنا الأس قسمنا عليه وقسمنا أيضاً على مشتقة الزاوية وهي ثلاثة طبعاً نلاحظ السالب اللي برا ننزل كما هو هنا هذا السالب سالب السين هذه راحة طبعاً لأننا كاملنا الدالة فقط هذه تحذف فالناتجين هي هيكون ثلث اللي هي الثلاثة اللي هنا السالب طبعاً نروح مع السالب ثلث الكوسين اس ماينس واحد معناها أن الكوسين في البسط ننزل الكوسين تحت طبعاً نصير موجب واحد كوسين نصف واحد وبس هذا الحل الأخير طبعاً واحدها الكوسين اللي هو السك يساوي السك وبالتوفيق